بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي قد ذكرنا فيما مضى ما نظم الشيخ رحمه الله من قول خليل رحمه الله في وصف هذا السير وهذه الطريق وكل ذلك كناية عن السير إلى الله سبحانه وتعالى وعن أن هذه الدار التي نحن فيها دار عبور وأن الاستقرار بعدها إما إلى جنة وإما إلى نار وهذا السير فيه طريقان طريق الجنة وطريق النار فمن آمن وعمل خيرا وعمل عملا صالحا فقد سلك طريق الجنة ومن لم يؤمن أو عمل عملا غير صالح فقد سلك طريق النار قال الشيخ رحمه الله فيلزم القاصد نهج الجنة لكي تسير النفس مطمئنة أن يعمل النظر في الدلائل هذا نظم لقول خليل رحمه الله فمن أراد سلوك طريق الجنة فلا بد له من النظر في الدلائل والاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل له العلم يقينا بأن له ربا فهذا الطريق أوله علم ثم عمل ثم بعد ذلك هبات من الله كالقبول والمضاعفة وهذا العلم أوله معرفة الله جل جلاله فهي أول واجب على المكلف والعلم ومعرفة الله سبحانه وتعالى إنما تكون على أساس يقين بدايته اليقين بالقلب وذلك بعد إعمال النظر في الدلائل وهذا النظر يشمل عمل العقل وعمل الجوارح فعمل الجوارح إنما هو في المشاهدات التي هي من صنعة الله وتدل على وجوده وعلى قدرته وإرادته وعلمه وتمام حكمته وطرق المعرفة كما ذكره العلم ثلاثة إما عيان وهو المشاهدة في حق المشاهدات وإما مثال وهو رؤية ما يشبهه أو يحاكيه وإما الاستدلال وذلك بالاستدلال عليه بغير ذلك قد نظم هذه الطرق العلامة المتالة رحمه الله فقال وطرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار فأول منعه الجبار في قوله لا تدرك في قوله فأول منعه الجبار إذ قال لا تدركه الأبصار والثاني أيضا منعه في النقل إذ لم يكن الثاني أيضا منعه في النقل لأنه ليس له من مثلي ليس كمثله شيء لم يبقى بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم السياري وهذا هو الوجه الممكن في معرفة الله لكن معرفة الله تكون بالعقل وتكون بالقلب فمعرفته بالقلب هي نور يقضفه الله في قلوب العباد يدلهم على طريق معرفته وعلى الأنصبه وعلى خشيته وعلى رجائه وخوفه وعلى شكره وعلى محبته وهذه المعرفة القلبية كثير من الناس ينالونها بمجاهدة واستغراق في العبادة والطاعة وكثير أيضا ينالونها من غير كد ولا جهد يختارهم الله لذلك كما قال الله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب يجتبي إليه من يشاء أولئك الذين اجتباهم الله فهداهم إلى مرضاته وعرفهم وقذف في قلوبهم هذا النور دون أن يجهدوا أنفسهم ودون أن يتعنوا والقسم الثاني هم الذين جاهدوا واجتهدوا ولذلك قال فيهم ويهدي إليه من ينيب وكما قال تعالى في وصف أنبيائه وممن هدينا واجتبينا وممن هدينا أولئك الذين هدوا فجاهدوا وصبروا واجتبينا أولئك الذين اجتباهم الله فهداهم إليه دون أن يعنوا أنفسهم ودون أن يتعبوا وكذلك تحصل المعرفة بالعقل والمعرفة الحاصلة عن طريق العقل إنما تكون بالدلائل وهذه الدلائل تشمل معرفة أسمائه وصفاته والتفكر في ذلك ومعرفة كلامه والتدبره وكذلك معرفة خلقه فهو آيات منظورة مع الآيات المستورة فالآيات المستورة كتاب الله والآيات المنظورة هذا الكون فإنه في كل شيء منه آية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وجوده وفي كل شيء إلا هو آية تدل على أنه واحد وكذلك تشريعه ففيه الحكمة البالغة وفيه العلم الدقيق الذي لا يخلف وبذلك تتكامل المعرفة بكل وسائلها فيعرفه الإنسان بقلبه ويعرفه بإحسانه إليه ومعاملته له ويعرفه بحكمته وتدبيره للكون ويعرفه ببديع صنعته وكمال قدرته ويعرفه كذلك بتشريعه وإحسان هذا التشريع فكل ذلك من أوجه المعرفة التي تحتاج إلى تأمل فإذا تأملها المؤمن وصل إلى اليقين وهو المنشود في بداية الطريق لأنه هو الدافع العقدي الذي يدفع الإنسان إلى العمل وإلى الاستمرار على السير على الطريق وذلك هو الاستقامة التي سبق الحديث عنها قال فيلزم القاصد نهج الجنة أي الذي يريد أن يسلك طريق الاستقامة يريد الوصول إلى الجنة والنهج هو الطريق وتسمى نهجا ومنهجا ومنهاجا فيلزم القاصد نهج الجنة لكي تسير النفس مطمئنة أي لتحسن خاتمته فأطمئنان النفس إنما يكون عند الموت كما قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقد جاء في الحديث إن المرأة إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءه ملك الموت حتى إهلس عند رأسه فإن كانت نفسه طيبة قال يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فتتهوع إليه نفسه كما تخرج القطرة من في السقاء فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يوصلها إلى ملائكة قد جلسوا من دل بصري كأن وجوههم الشموس فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويجعلونها عليها من عطر الجنة ويرتفعون إلى السماء فيستأذنون فيقال مرحبا من نفس الطيبة فتفتح لها بواب السماء حتى تخر ساهدة تحت العرس ثم يقال لها رجئي للسؤال وإن كانت نفسه خبيثة جلس عند رأسه فناداه فقال يائيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المندوف ولا تمكث في كفه طرفة عين حتى يعقذ هؤلئك الملائكة فيجعلونها في سفط من أسفاط النار ويضعون عليها من قطران النار ويرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فلا يؤذن لهم فيقال لا مرحبا من نفس الخبيثة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والإطمئنان هنا المقصود به حصول هذا اليقين وعبد ربك حتى يأتي كاليقين قيل اليقين الموت لأنه مجزون به وقيل المقصود به اليقين الإيماني بالثبات والاستمرار ولا يوقن الإنسان أنه قد حسنت خاتمته أنه نجا من إبليس ونجا من كل الجبهات المسوحة عليه إلا عند الموت قد روي عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله أنه عند الموت سمعه ابنه صالح وهو يقول لا بعد فسأله فقال يا أبت ماذا تقول قال إن عدو الله عرض لإبليس فقال يا أحمد فتني فيريد أن يدخل عليه العجبة في هذه اللحظة فقلت له لا بعد حتى أموت فما دام حيا فإنه يخاف الفتنة ويخاف سوء الخاتمة فإذا مات على الخير حين إذن قد فات إبليس وبذلك تسير النفس مطمئنة فلهذا قال لكي تسير النفس مطمئنة والنفس إنما تسير مع انتزاع الروح فإذا تسعت روح الإنسان من بدنه فإن الروح ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى ويبقى أثر الحياة وهو قليل بعد نزع الروح من البدن يبقى بعض الإحساس في البدن ولكن تنفصل الروح وتعرج ويشق البصر في أثرها وهذا هو الدليل على أنه يبقى شيء من الحياة في البدن بعد نزع الروح كما أن البدن كانت فيها حياة قبل نفخ الروح قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موت أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا عرجت تبعها البصر فإذا شق الميت أي رفع عينيه عند الموت معناه أنه يرى روحه قد خرجت فهو ينظر إليها ببصره وهذا الإطمئنان الذي يحصل للإنسان منه ما يكون من اليقين الذي يقذفه الله في قلبه فيذبته على الحق يذبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأولئك الذين ينجيهم الله من الفتن قد نالوا هذا اليقين فنجوا من الفتن من فتنة المحياء ومن فتنة الممات وبذلك استقام أن يعمل النظر في الدلائل الدلائل جمع دليل والدليل هو المرشد سواء كان حقيقيا أو مجازيا فيطلق على الحقيقي كقول الشاعر إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بساد مستعين بدليل أي بمن يرشدك ويدلك على الطريق سيصبح حقيق تمري شواق عن بقالي قلاء من مراء دبيل ويطلق الدليل على المرشد معنا لا حقيقة مثل قول الله تعالى أَلَمْ تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجْعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلِيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا فإذا عرفنا أن العقل هو المبدأ وأن الإنسان لا يمكن أن ينطلق من النقل قبل أن يعرف أنه حق وأنه من الإدلاء قبل أن يعرف الله لا يمكن أن يستدل له بالقرآن عرفنا أن العقل سابق على النقل في هذا ولكن بمجرد معرفتنا بالعقل أن النقل صحيح سيستسلم العقل ويسلم الراية واللواء والقيادة للنقل فيكون النقل ملزما فيلزم الاستسلام له والانقياد له ويكون العقل حينئذ خادما للنقل متلقيا فهو بمثابة التلميذ الذي يتلقى ويستدل لوجود الفاعل بداية هذا الاستدلال العقلي الاستدلال لوجود الفاعل معناه أن يستدل الإنسان أنه هو يعرف الإنسان أنه هو محدث وأن كل محدث لا بد له محدث وأن الذي أحدثه لا بد أن يكون قديما لا بد أن يكون موجودا فلا يمكن أن يكون معدوما وحينئذ سيعرف أن له ربا ثم بعد ذلك يحتاج إلى معرفة هذا الرب وسيعرفه بهذا الكون الذي يراه بكلامه وبصفاته ويعرف أن هذا الرب لا يمكن أن يترك عباده هملا وأنه لا بد أن يشرع لهم ويبين وحينئذ يبحث عن من أرسله إلى العباد وسيجد أنه اختار من العباد رسلا وأنه صدقهم بالمعجزات الظاهرة الباهرة التي تدل يقينا على صدقهم وحينئذ ينقاد لما جاء به ويستسلم له فهذا هو الاستدلال لوجود الفاعل وجود الفاعل المقصود به الفاعل بالاختيار وهو الرب جل جلاله الذي خلق هذا الكون كله وسواه بفعله فيستدل بفعله فهذه المخلوقات كلها دليل على الخالق فمن المعلومة أنها محدثة وأنها لم تكن ثم كانت وكل ما لم يكن ثم كان فلابد له محدث وهذا المحدث لا بد أن تكون طبيعته منافية لطبيعة هذا المحدث فإذا كان المحدث أحدثه محدث أيضا فذلك المحدث يحتاج إلى محدث ومن المستحيل أن يتسلسل ذلك لأن تسلسل من أمهات المستحيل ومن المستحيل أيضا أن يقع الدور فيكون المحدث أحدثه وهذا المحدث الآخر وهذا المحدث آخر وذلك أحدثه المحدث الأول فذلك مستحيل عقلا فيستدل بفعله والمقصود بذلك ليحصل اليقين له أي ليحصل اليقين لدى السالك لطريق الجنة أن له ربا كريما عد له أن له ربا كريما فلابد أن يؤمن بوجود ربه وأنه هو ربه الذي رباه وسواه وأنشأه من عدم وأوصله إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا وهذا معنى الرب كما سبق شرحه كريما أي متصفا بالكرم والكرم في أغلب الإطلاق هو الكمال في الذات والكمال في الصفات هو الفضل وقد يطلق الكرم على الكمال في الصفات أيضا فيشمل الكمال في الذات والكمال في الصفات عدله أي سواه في خلقته فهو الذي جعل له عينين وأذنين ويدين ورجلين وهو الذي جعل أعضاءه متماثلة وهو الذي خلقه فصوره وهو الذي جعله في أحسن تقويم فينظر في آيات الله في خلقته وفي أم أفسكم أفلا تبصرون فينظر في نفسه فسيجد تعديل هذا الرب له وآية سورة الإفطار فيها قراءتان سبعيتان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بالتخفيف وفعدلك بالتشديد وكلتاهما هنا ممكنته في البيت أن له ربا كريما عدله أو أن له ربا كريما عدله وكريما أيضا هي أخذ من الآية لأنه قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وخليل رحمه الله قال ليحصل له العلم يقينا بأن له ربا واحدا حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما منزها عن الحدوث وعن حدوث الكلام والعلم والإرادة متقدسا عن كل نقص وآفة لا يوصه بصفات المحدثين ولا يجوز عليه ما يجوز عليه فنظم ذلك الشيخ رحمه الله فقال فردا أي واحدا والإطلاق الفرد على الواحد من الإطلاقات اللغوية المعروفة ولم يرد في لفظ الفرد أنها من اسماء الله أو من صفاته آية ولا حديث صحيح قد أرد ذلك في حديث تكلم فيه وهو اللهم أنت اللهم لك الحمد وأن تقي اللهم نعم في الحديث اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأه من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك والحديث قد ضعفها ولكن معنى كلمة الفرد هو الواحد ورواية الحديث بالمعنى إذا لم يكن من أحده التعبدات ولا من جوامع الكلمة الأمر فيه ساعة لأنه من حل خلافه غنيا كذلك متصفا بصفة الغناء والغناء من صفات الله سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد وصف نفسه بذلك وهذا يشمل غناه عن المخصص وغناه عن المحل فالأشياء أربعة أقسام فيما يتعلق بالمخصص الذي هو الخالق والمحل الذي هو المكان الصفة فمنها ما هو غني عن المحل والمخصص وهذا هو الله جل جلاله وما هو غني عن المخصص قائم بالمحل كصفات الله سبحانه وتعالى فإنها قديمة فلا تحتاج إلى مخصص أخالق ولكنها قائمة بالمحل فالصفة لا تستقل دون مصوفها ومصوفها ذات الله سبحانه وتعالى وما هو مفتقر إلى المخصص دون المحل كذا ذوات المخلوقين فهي محدثة محتاجة إلى مخصص أي خالق ولكنها غنية عن المحل لأنها ذواته فالعالم المدرك بالحس ينقسم إلى قسمين إلى عين وعرض فالعين المدركات بالحس وهي الأعيام وغيرها هو الأعراض كالصفاته وهذا في عالم الشهادة أما عالم الغيب فقد سبق أن له طبيعة أخرى وأنه لا يمكن أن يقاس بعالم الشهادة لكن عموما ذوات المخلوقين محتاجة مفتقرة إلى المخصص ولكنها غنية عن المحل لأنها ذواته والقسم الرابع هو المفتقر إلى المخصص والمحل معا وذلك صفات المخلوقين فهي مفتقرة إلى المخصص لأنها حادثة ومفتقرة إلى المحل لأنها صفات تقوم بغيرها والعرض لا يقوم بنفسه وهذا التقسيم هو الذي نظمه الشيخ المرابط النمتال رحمة الله عليه فقال الأشياء وأربع عم فما منها غني عن المحل والمخصص الغني وعكسه أي المفتقر وهي المحل والمخصص وعكسه وهو صفات الخلق وقام بالمحل وصف الحق وما إلى المخصص احتاجه فقط فهو بذات حادث قد ارتبط أي ذوات المخلوقين والمقصود والمخصص هنا أن المحدث أي كان يجوز في حقه ستة أمور مقابل ستة وهي الممكنات المتقابلات وقد نظمها أحدهم فقال الممكنات المتقابلات وجود العدم والصفات أمكنة أزمنة جهاته كذا المقادير حكى الثقات فالوجود يقابله العدم فقبل أن يوجد هذا المخلوق يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد فهذا الوجود مقابل للعدم فلابد أن يجد مخصصا ويخصصه بأحد الاحتمالين إما احتمال الوجود وإما احتمال العدم وجود العدم والصفاته كذلك أن يكون جميلا وأن يكون قبيحا أن يكون مثلا أبيضا أو أسودا غير ذلك من أنواع الصفات فهذه الصفات كل صفات تقابلها صفة أخرى فما من الصفات إلا تقابلها صفة تضادها أو عدد من الصفات تضادها لأن الأضداد قد سبق أنها يمكن أن تكون منحصرة في اثنين ويمكن أن تزيد على ذلك كالألوان مثلا فهي من الصفات وهي متعددة فيمكن أن يكونها أبيضا ويمكن أن يكونها أسودا ويمكن أن يكونها أحمر ويمكن أن يكون أخبر أو أصفر إلى غير ذلك لكن من الأضداد ما لا ثالث له وذلك مثل الحركة والسكون والوجود والعدم مثلا على القول بأنها وجودية وأن العدم وجودي فحينئذ هذه الأضداد لا ثالث لها فلا يمكن ارتفاعها ولا يمكن اجتماعها وأما النقيضان فهما لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما أبدا ولا يكونان إلا أثنين أحدهما سلب للآخر كالشيء وغيره كالأبيض وغيره أبيض ونحو ذلك والصفات وجود للعدم والصفات أزمنة كذلك أن يوجد في هذا الزمان أو في زمان متقدم أو متأخر هذا الأزمنة هي متقابلات سواء قلنا زمنان مثلا هذا اليوم من هذا الشهر من هذه السنة أو أزمنة أخرى لا حصر لها من السابق أو من اللاحق فهي المقابل لهذا الزمن المخصص ثم بعد ذلك أمكنة أنه في هذا المكان في هذا البيت أو في بيت آخر في هذه الدولة أو في دولة أخرى في الشرق أو في الغرب في هذه المجموعة الشمسية على هذه الأرض في هذه المجموعة الشمسية التي نحن فيها أو في غيرها من المجرات الكثيرة أو في علم الله والسماوات وغير ذلك من الخلائق أمكنة جهات كذلك الجهات أن يكون في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال بعد تعيين المكان والمكان عين أنه في هذه الغرفة لكن هل في جنوبها أو في شمالها أو في شرقها أو غربها يقع هذا الحدث ذلك كله يحتاج إلى مخصصه فهذه هي الممكنات المتقابلات التي يخصص المخصص منها ستة ولا يمكن أن يخصص ما زاد على ذلك لأنها متضادة وهذا معناه كونها متقابلة وجود العدم والصفات وأنكنات أزمنة جهات كذلك المقادير المقادير هي هلو كبير أو صغير طويل أو قصير هذه المقادير وهي متقابلة كذلك حكى الثقات وغنى الله سبحانه وتعالى هو الغنى المطلق فلا يحتاج إلى شيء من خلقه لا يحتاج إلى العرش ولا إلى ما تحت العرش فهو غني عن العباد جميعا ولا يزيده لا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما أحد منكم ما زاد ذلك فيه ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما أحد منكم ما نقص ذلك يملكي شيئا أولا وآخرا أولا معناه متصف بصفة الأولية وهي التي يعبر عنها المتكلمون بالقدم والمقصود بذلك أنه هو الأول سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن فهو الأول ليس قبله شيئون وهو الآخر أي الباقي الذي ليس بعده شيئون ولذلك قال غنيا أولا وآخرا وسيأتنا الوصف الخامس وهو مخالفة الحوادث والذي أشار إليه بقوله منزدها عن الحدوث والغيار وعن حدوث السمع والإرادة وصفة الكلام عند السادة لا بصفات المحدثين يوصفوا وليس جائزا لدى من أنصفوا عليه ما عليه موجازة ولا يشبهه من خلقه شيء على فهذا التفصيل إنما هو في الصفة الخامسة فهذه الصفات الخامسة التي يسميها المتكلمون السلبيات وهي الوحدانية والغنى المطلق والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث ويذكرنا أنها اجتمعت في سورة الإخلاص في قوى الله تعالى قل هو الله أحد هذه الوحدانية الله الصمد هذا الغنى المطلق لم يلد هذا البقاء ولم يولد هذا القدم ولم يكن له كفوان أحد هذه المخالفة للمخلوقين والوجود الذي بدأ به قد اختلف فيها قد اختلف فيها لو صفة أو هو ذاته فأبو الحسن لم يعد الوجود صفة من الصفات بل رأى أنه عين ذاتي كما قال المقري ومن رأى الوجود عين ذاتي كالشيخ لم يعدده في الصفات فجرى أن وجود الشيء هو عينه وعموماً هذا البحث كلامي لا فائدة فيه فلا نطيل فيه ولا نضيع فيه وقتاً والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب وجد الله عنده فهو موجود والصفة لا يرزم أن ترد في كثير من النصوص بل يكفي ورودها في نص واحد من القرآن أو من السنة حتى أخبار الآحات تثبت بها الصفات وعلى الراجح وهذا الذي ذكره السيطي ورحمه الله في الكوكب الساطية حيث قال أسماؤه سبحانه موقف وهذا سنشرحه ثالث هو الاسم فقط دون الصفة ويكتفى بمرة والمصدر والفعل والضنون في المعتبر يكتفى بمرة ورود من الصفة مرة واحدة في نص من القرآن أو من سنة ويكتفى بمرة والمصدر كذلك إذا لم يتبه على شكل صفة اسم فاعل أو اسم فعول أو صفة مشبهة وإنما جاء بالمصدر فذلك كاف وكذلك الفعل بهذه الصفة إنه قال فوجد الله عنده وجد الله عنده هذا فعل والفعل والضنون أي أقبال الآحاد كذلك في المعتبر مع هذا هو القول المشهور عند أهل السنة وعموما إطلاق الصفات ينقسم إلى أربعة أقسام الصفة إما أن تفيد أن لا تفيد نقص أن لا تدل على نقص وورد بها النص هذه لا إشكال فيها لأن النص قد ورد بها وهي لا تفيد نقص لا تدل على النقص القسم الثاني ما لم يرد به نص ويوهم نقص فهذا مستحيل لا يوصف الله به القسم الثالث ما ورد به النص وأوهم نقصا في حينئذ يعلم أنه لا يدل على النقص مثل قوله وخادعنا الله وهو خادعهم وقوله الله خير الماكرين ونحو ذلك فلا تطلق إلا في محلها ولا تنقل عن طريقة النص عن أسلوب النص والقسم الرابع ما لم يوهم نقصا ولم يرد به نص فهذا هو محل الخلاف ولكن الراجح أن كل كمال لأن العقل يجب كل كمال الله تعالى فيمكن أن يوصف به ويبقى فقط التسمية فالأسماء الراجح فيها أنها توقيفية وأنه لا يسمى باسم لم يرد به النص وقد جاء في الحديث بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وهذه الأسماء كثيرة وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن لله 99 أسمان مئة إلى واحدا من أحصاها دخل الجنة وورد في السنن عبد هذه الأسماء فقيل مدرج ليس من أصل الحديث وإنما هو من كلام أبي هريرة وقيل بل من كلام الوليد بن مسلم هو أحد رواته وعموما هذه الزيادة فيها عبد الأسماء وقد جاء فيها جاء فيها بعض الاختلاف بعض الاختلاف في الروايات هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن والرحيم والملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوحفاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المئز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم والعظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت وفي رواية المغيث الحسيب الجليل الكريم والرقيب وفي رواية القريب القريب المجيب الواسع الحكيم الودود المشيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين وفي رواية المبين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد وفي رواية الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوه مالك الملك الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المديع الباقي الوالي الرشيد الصبور وفي رواية الحنان المنان وعموما الذي استعمل في القرآن استعمال الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى أسمان هم الله والرحمن واستعمال الأسماء في اللغة أن يكون الإسم مسندا إليك أن يكونه مبتدأا أو فاعلا فهذا هو استعمال الأسماء المحضة وعموما الإسم عند النحويين ينقسم إلى قسمين إسمعين نسم معنى كل واحد منهما إما أن يكون أسما أو صفة ويجمع هذه الأربعة قولهم ضرب زيد العاقل ضربا شديدا فزيد هذا أسمعين إسم والعاقل هذا أسمعين صفة ضربا هذا أسم معنى إسم شديدا هذا أسم معنى صفة وكذلك هذه الأسماء هي أسماء عين أسماء من أسماء العيان أسماء الله سبحانه وتعالى لكن بعضها أسم وبعضها صفة والمستعمل استعمال الأسماء كما قلنا هو الله والرحمن فالله مثل وقال الله لا أتخذ إله إذنين الله خالق كل شيء هذا استعمال الأسماء فهنا جاءت مبتداء وجاءت فاعل وكذلك الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فجاءت مبتداء وكذلك في سورة الفرقان قالوا ومن الرحمن نسجد لماذا تأمرنا قالوا ومن الرحمن فهذه جاءت خبرا فلذلك هذا الاسم يستعمل استعمال الأسماء أما غير ذلك فجاء في القرآن باستعمال الأوصاف باستعمال الصفة جاءت نعوثا وجاءت أخبارا والذناء على الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك قال حيا عليما ومريدا قادرا ومتكلما سميعا ذا بصر هذه سبع صفات يسميها المتكلمون بصفات المعاني وذلك أنها تنقسم إلى قسمين إلى صفات التأثير وهي هذه الأربعة وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة وإلى صفات الكمال وهي السمع والبصر والكلام وهم يقسمون الصفات الله سبحانه وتعالى بالأخص المتأخرون منهم إلى خمسة أقسام القسم الأول صفة الذاتي وهي الوجود عند القائلين بأن الوجود صفة والقسم الثاني السلبيات وهي السالبة لأضدادها وقد ذكرناها هي الصفات الخمس التي جاءت في سورة الإخلاص والمعاني وهي هذه السبعة أربع منها صفات التأثير وثلاث صفات الكمال والقسم الخامس القسم الرابع أقصد يسمونه ابن معنويات وهو الأحوال وعموما مسلكها وعرون وصعب ولا داعية للتقعر فيها والقسم الخامس الصفات جامعة وهي مثل الرحمة والكرم والفضل كل كمال سوى ذلك فهو داخل في هذه الصفات الجامعة كما قال المختار النبونا رحمه الله وصفة جامعة فلتعلمه من ذاك فأعدد فضله وكرمه هذا في وسيلة السعادة فالفضل والكرم والرحمة ونحو ذلك هذه من الصفات الجامعة وكثير من الناس يظنوا أن المتكلمين من الأشاعرة والما تريدية لا يثبتون هذه الصفات لأنهم عندما يعدون الصفات التي يجبها العقل ويقتصرون على عد هذه الأشرين التي يسمونها واجبة وهي غير واجبة من مات ولم يعرفها فلا إذم عليه وإنما يعرف الإنسان وربه ويعرف الصدق نبيه صلى الله عليه وسلم فمن شهد أن لا إله إذن الله هو أنه محمد رسول الله فمات على ذلك فهو ناجن إن شاء الله والمقصود بيوجبها أن العقل يوجبها لله سبحانه وتعالى وليس معنى ذلك أنه لا يوجب ما سواها فالعقل أيضا يوجب كل ما ذبت به النقل لأن العقل مصدق للنقل لكن ما أوجبه العقل ابتداء قبل البحث في النقل هو المختص بهذه دون سواها عندهم حيا أي متصفا بصفة الحياة وقد أثبت الله ذلك لنفسه فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم عليما أي متصفا بصفة العلم وقد أثبت الله ذلك لنفسه فعدد من الصفات فهو العليم كان الله عليما الحكيم وكذلك هو علام الغيوب يعلم السر وأخفى ومريدا أي متصفا بصفة الإرادة وقد أثبت الله ذلك لنفسه فقد قال تعالى لمن يشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال تعالى الله يريد في سورة النساء يقول تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عويمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وهذا إثبات لصفة الإرادة وهي المشيئة قادرة أي متصفا بصفة القدرة وقد أثبت الله ذلك لنفسه إن الله على كل شيء قدير ومتكلماً كذلك هو سبحانه وتعالى متكلم أي أثبت لنفسه صفة الكلام فهو يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء وذلك على ما يليق بجلاله ليس ككلام المحدثين والمخلوقين سميعاً كذلك هو المتصف بصفة السمع وقد أثبت ذلك لنفسه قد يسمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها إن الله سميع بصير لا بصر معناه بصير أي متصف بصفة البصر قد أثبت ذلك لنفسه أبصر به أبصر به وأسمع وقال إن الله سميع بصير منزهاً عن الحدوث والغير في مقابلها يستحيل عليه الاتصاف بالحدوث لأنه منافل للقدم وكذلك الغير فعرو الحوادث له الغير أي تغير الحال كعرو الأعراض كالموت والنسيان والفقر وكل ما فيه نقص كالنوم والسينة والعجز ونحو ذلك كل ذلك مستحيل عليه فهو منزه عنه منزه عن الحدوث والغير وعن حدوث العلم والإرادة كذلك هذه الصفات كلها منزه عن حدوثها فإنه جل جلاله هو المتصف بهذه الأوصاف قبل أن يخلق القلائق جميعاً فهو الخالق ولا مخلوق وهو الرازق ولا مرزوق وهو العالم بكل الأمور قبل أن تكون لم يتجدد له علم شيء من خلقه ولم يتجدد له وصف بعد أن خلق الخلق فصفاته قديمة وعن حدوث العلم والإرادة وصفة الكلام عند الذادة كذلك ذكر أنه أيضاً منزه عن حدوث صفة الكلام وهذا بحث يطول لأن الكلام يطلق على صفة الله وهي أنه يتكلم متى شاء بما شاء أو كيف شاء وهذا الكلام هو صفته وهذا الكلام يسميه المتكلمين بالكلام النفسي وهي الكلام الذي هو صفة نفسه سبحانه وتعالى ويسميه الحنابلة نوع الكلام أي أن الكلام قديم النوع أي ما اتصف الله به من قدرته على ذلك ومن أنه يتكلم متى شاء بما شاء هذا هو الوصف أما كلامه اللفظي ففيه صفته وفيه ما ليس بصفته فمثلا الله لا إله إلا هو الحي والقجوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهو الغفور الودود ذو العرش المشيد فعال لما يريد والأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم وهذا صفة الله جل جلاله لكن فيه أيضا صفة عدو الله مثل ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد ومثل قوله ومثل قوله مشاء بنميم منع الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك سنيم هذا وصف عدو الله وليس وصف الله جل جلاله وكذلك فيه ما ليس بصفة أصلا مثل الأوامر والنواهي والخبر ونحو ذلك فهذا ليس صفة أصلا فلذلك ليس الكلام القولي الذي هو الكلام اللغوي ليس صفة كله ففيه صفة الله وفيه صفة عدو الله وفيه ما ليس صفة أصلا والبحث يطول فيه فالناس فيه على مذاهب شتاء فالمعتزلة نفاة الصفات أصلا ينفون كل الصفات ينفون المعانية ومنهم من يثبت معنوياتها إلى أحوال لله فيقولون هو حي بلا حياة وعالم بلا علم وقادر بلا قدرة وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر ومريد بلا إرادة ومتكلم بلا كلام لكن هذا لا معنى له ولا فائدة فيه ومنهم من ينفي الجميع وهذا هو البحث المعروف في علم الكلام بسواد حلاوة ارتباط السواد بالحلاوة فقد يجتمعان معا كالتمرة وقد يوجد السواد دون حلاوة كفحمة وقد توجد الحلاوة دون سواد كالسكرة في بضاء مثلا وعموما المعتزلة والجهمية ينكرون الكلام فيرون أن كلام الله حادث وأن القرآن مخلوق وأن التوراة والإيجيل والزبر كل ذلك يعدونه المخلوقات وهذا لا شك افتراع على الله وقول على الله بغير علم ومن الناس أيضا من يبالغ فيرى أن هذه من الله هم المجسمة الذين يرونها أجزاء من الله جل جلاله وهذا أيضا مستحيل لأنها نتكلم نحن بها ونقرأ القرآن ونقرأ الكتب المنزلة والحق العدل في ذلك أنها ليست من مخلوقات الله وليست لات الله وإنما هي قوله سبحانه وتعالى وكلامه ليس داخلا في مخلوقاته وليس هو من ذاته فليس داخلا في مخلوقاته لأن الله جعله قسيما للمخلوقات في قوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفي قوله ألاله الخلق والأمر والعطف يقتضي المغايرة والقرآن غير مخلوق والتوراة كذلك والإنجيل كذلك وأما المتاخرون من الشاعرة فقد أبعد النجعة في هذا فوقع منه غلط كبير وهو الزعم أن القرآن أن الكلام اللفظي ليس صادرا عن الله ليس كلام الله وإنما هو دلالة على كلام الله أو دلالة على معنى كلام الله وقد سبق نفي ذلك وأنه قول عظيم على الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الذين اجتهدوا فيه أخطأوا في اجتهادهم ولكن لا يخرجهم ذلك عن عموم أهل السنة مع خطائهم الجسيم في هذه المسألة لا يخرجهم ذلك عن عموم أهل السنة والذين يعخذون بذلك إنما تأولوا في آيتين في القرآن وهما آية سورة الحاقة وهي قول الله تعالى وإنه لقول رسول كريم وآية سورة التكوير وهي قوله تعالى وإنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة المقصود بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفي سورة التكوير المقصود به جبريل أنه في سورة الحاقة قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وفي سورة التكوير يقول وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولو كان ما فهموه صحيحا لكان هذا تعارضا بين الآيتين وكانت آية الحاقة أثبتت أنه قول محمد صلى الله عليه وسلم وآية التكوير أثبتت أنه قول جبريل فلو كان قولا بمعنى إحداث إحداث قول وكلام منسوبا إلى أحدهما لما أمكن أن ينسب إلى الآخر ولما كان قوله فدل ذلك على تناقض هذا القول وأن المقصود أنه قوله أي أنه مبلغه عن الله فجبريل مبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغه إلينا وإحداثه وإحداث نزوله أيضا لا يقتضي أنه مخلوق والإحداث جاء في آيتين في آية سورة الأنبياء وهي قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنهم معرضين وآية سورة الشعراء وهي قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أقصد ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون في سورة الأنبياء والأخرى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم معرضين في سورة الشعراء والمقصود بالإحداث هنا إحداث نزوله وأيضا بيان أنه قطاب جديد ناسخ لما سبق مبين لحكم جديد لم يكن مشروعا وقد شرع وذلك كله من علب الله جل جلاله فلذلك قال وصفة الكلام عند الذادة أي عند الذين يذودون عن الشريعة ويذودون عن العقيدة وهم أهل السنة عموما ومتقدسا عن الآفات متقدسا أي منزها عن الآفات كلها وهي كل عيب وكل نقص فكل العيوب والنقص محالة على الله جل جلاله ومتنزها عن الآفات والنقص في النفس وفي الصفات فهو منزها عن كل ذلك في ذاته وفي صفاته فكل نقص في الذات أو في الصفات فهو مستحيل عليه وهذا الذي قال فيه خليل رحمه الله منزها عن الحدوث وعن حدوث الكلام والعلم والإرادة مقدسا عن كل نقص وآفة لا يوصف بصفات المحدثين ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء ولا تحله الحوادث والآفات وأنه يرى في الآخرة يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير قال الشيخ رحمه الله لا بصفات المحدثين يوصف فلا يوصف بصفات المحدثين فكل صفاته منافية لصفات المحدثين حتى لو اشتركت معها في الاسم فالله لطيف وقد يوصف العبد باللطف والله رؤوف وقد يوصف العبد بالرأفة والله رحيم وقد يوصف العبد بذلك كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ورحيم فهنا جاء إثبات صفة عزيز ورؤوف ورحيم للنبي صلى الله عليه وسلم وكلها جاء إثباتها لله جل جلاله ولكن هذه الصفات لا تشبهه صفات المخلوقين ولو اشتركت معها في الاسم فلا تشتركوا معها في أي شيء آخر فكل على ما يليق به فالمخلوق له صفته التي تناسبه وهي على ما يليق به والخالق جل جلاله له صفته التي تناسبه وهي على ما يليق به فلذلك قال لا بصفات المحدثين أي المخلوقين يوصف وليس جائزا لدى من أنصف أي لدى المصفين من العقلاء عليه ما عليه مجاز فما يجوز على المخلوقين من الموت والافتقار والعدم لا يجوز كل ذلك على الله فهو مستحيل عليه ولا يشبهه من خلقه شيء على لا يشبهه أي شيء من خلقه سبحانه وتعالى على بمعنى تعالى وافتفع شأنه وعز وكن عن أن يشبهه منزهة كذلك كن عن أن يشبهه شيئا من خلقه منزهه فهو منزه عن أن يشبه شيئا من خلقه أو أن يشبهه شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط كذلك قال أو أن يضمه مكان أو جهة كذلك من المستحيل أن يحيط به مكان لأن المكان مخلوق وهو الخالق وكذلك الجهة لأن الجهة مخلوقة فلا تحيط به ولا ينافي ذلك إثبات العلو لله جل جلاله فهو العلي ولكن لا تحده جهة ولا تحيط به وقد سبق الكلام في ذلك وذكر كلام أهل السنة فيه وأنه جل يرى في الآخرة كذلك إثبات الرؤية وهي أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا يرونه في الدنيا إن أحدا لن يرى ربه حتى يموت ولكنهم يرونه في الآخرة وهذه الرؤية ذات مواقف فمنها رؤيته في الحشر عندما تؤمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبده يمثل لها أصنامها وأوثانها فتخرج كل أمة مع من كانت تعبده وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيتيهم الرب جل جلاله في صورة فيقول أنا ربكم فيقولون لست ربنا ويذكرون أنهم فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم في الدنيا في ذات الله جل جلاله فكيف لا يفارقونهم اليوم فيقول وما آية بينكم وبين ربكم فيقولون أن يكشف عن ساق فيتيهم في صورة أخرى فيعرفونه فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمنين ومؤمنة إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهورهم وحاسن كلما أرادوا أن يسجدوا سقطوا على أقفيتهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فهذه الرؤية العلاء وبعد ذلك رؤية أهل الجنة لله جل جلاله وقد جاء فيها بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من ثوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من ثوقهم سلام قولا من رب الرحيم فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيهما دام وينظرون إلى وجه الله الكريم وهذه الرؤية اختلف فيها للسنة هل هي بالأبصار أو بالوجوه كلها وعموما لا يدرك ذلك لأنه ليس من عالم الشهادة الذي يمكن أن نقيسه والذي جاء في القرآن وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولفو الأبصار لم يرد في ذلك إلا في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولكن مع ذلك جمهور أهل السنة على إثبات الرؤية البصرية وأنها حتى ولو كانت بالوجه فالوجه المقصود به مكان البصر منه والمخلوق مكان بصره في وجهه عيناه والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدل لا تضامون في رؤيته وفي لفظ لا تضامون في رؤيته أي روايته ويتفاوت الناس في هذه الرؤية بحسب خشوانهم في الصلاة وبحسب مستوى إيمانهم وكذلك تتعدد الرؤيته فإنه سبحانه وتعالى يستزير أهل الجنة يدعوهم إلى زيارته فيزورونه فيرونه سبحانه وتعالى وهذا غاية النعيم وأبلغ ما في الجنة من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله سأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم وأنه جل يرى في الآخرة فقرأ إذا شئت وجوه الناظرة هذه الآية دليل على الرؤية في الآخرة فقرأ إذا شئت وجوه الناظرة وقول الشيخ رحمه الله وكون عن أن يشبهه عن أن يشبهه هذا بنقل الهمزة للوزن يشبهه أي هو وذلك بالتخفيف وهي لغة من لغات العربي إسكان الواو في هو وهي لغة قيس وأسد كما أن تخفيفها أيضا فيها بإسكان الهائي إذا كانت بعد حرف العطف أو اللام وهو وهي لهو ثم هو هذه كلها مقرؤ بها وكلها من لغات العرب ومن ذلك قول عاتكة منت زيد زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنها أدعوته بالله ثم قولها قول متمم بن ويرة أقصد في مرضيته لأخيه أدعوته بالله ثم غدرته لوه دعاك بذمة لم يقدر لوه دعاك أي لو هو دعاك وأن هذا القرآن قوله على لا خلقه كذلك ليحصل اليقين للإنسان إذا عرف الله أن هذا القرآن وكذلك كل الكتب المنزلة قوله على فهو كلامه جل جلاله فهو الذي تكلم به على ما يلق بجلاله ليس كما يتكلم المخلوقون وأن هذا القرآن قوله على حقيقة لا مجازا كما قال السيطي ورحمه الله كلامه القرآن ليس يخلق وهو بلا تجوز ما تنطق أرسلنا به وفي المصاحف خطة ومحفوب بصدر العارف لا خلقه فهو قوله لا خلقه والخلق القول ليس قسما من الخلق بل هو قسيم له فلذلك القرآن غير مخلوق والحرف والصوت خلا ما فيهما وقد سبق ذلك في نظم العقيدة وكل لحظة نظر أو فلتة من خاطر فبقدر هذا إثبات القدر لله جل جلاله وهو من أركان الإيمان وقد سبق شرح القدر وبيانه فقال كل لفتة أو كل لحظة نظر اللحظة من اللحظ وهو النظر النظر والمقصود بها كل واحدة من النظر ولو كانت خفيفة سريعة أو فلتة من خاطر فلتات القلب أي ما يدور فيه من الخواطر من خاطر فبقدر كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى ينظمها حكم القضاء في سلكه كلها ينظمها حكم القضاء في سلكه فلا يقع في خلقه إلا ما قضاه سبحانه وتعالى والقضاء هو المرتبة الرابعة من مراتب القدر وقد سبق بيان ذلك في ملكوت ربنا وملكه سواء كان ذلك في عالم الظاهر الذي هو عالم الملك أو في عالم الباطن وهو عالم الملكوت فهذا العالم فيه عالم غيب وعالم شهادة وكل واحد منهما ينقسم إلى ملك وملكوت كل واحد منهما فيه ما يتعلق بالملك وهو الظاهر وما يتعلق بالملكوت وهو السرائر والخفيات في ملكوت ربنا وملكه والملك السلطان والهيمنة والملك بكسر الميم تملك الشيء فكل ما يكون من عباده من عباده فليس بالخارج عن مراده كل ما يكون من عباده أفعال العباد جميعا لا يمكن أن تخرج عن مراده وهذا رد على القدرية الذين يزعمون أن الأمر أنف وأن الله يخلقنا ونحن نخلق وفعالنا وأنه لا يعلم بالفعل حتى يقع تعالى الله عن ما يقول أنه علوما كبيرا فلذلك قال فكل ما يكون من عباده فليس بالخارج عن مراده كله داخل في مراده والمقصود بمراده هنا إرادة التكوين لا إرادة التشريع فإرادة التشريع تشمل ما كان صالحا من أعمال العباد سواء فعلوه أو لم يفعلوه فكله أراده الله إرادة التشريع وإرادة التكوين تشمل ما وقع سواء كان مأذونا فيه كالأعمال الصالحة أو لم يكن معذونا فيه كالأعمال السيئة فكله بإرادتها إرادة التكوين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وبذلك يعلم أن أفعال العبادة أربعة أقسام من حيث تعلق الإرادتين إرادة التكوين وإرادة التشريع فما تعلقت به الإرادة التكوينية والتشريعية معا كالأعمال الصالحة من الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين فإن الله أرادها إرادة تشريعية لأنه أعمر بها وأرادها إرادة تكوينية لأنه خلقها فكانت وهو يخلقنا ويخلق أفعالنا وهو خلق كل ما تعملوا والقسم الثاني ما تعلقت به الإرادة التكوينية دون التشريعية كالأعمال السيئة من العباد التي وقعت فإنها وقعت فتعلقت بها الإرادة التكوينية لا يكون في خلقه إلا ما أراده وكلها من خلقه سبحانه وتعالى لا من فعله ولم تتعلق بها الإرادة التشريعية لأنه لا يأمر بالبحشاء والقسم الثالث ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون التكوينية كما أمر الله به من الطاعات الكفارة فلم يعملوه فإن الله أمر به فتعلقت به الإرادة التشريعية التي هي الأمر ولم تتعلق به الإرادة الكونية لأنه لم يقع والقسم الرابع ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين كالأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردها الله إرادة تشريعية لأنه لا يأمر من فحشائي ولم يردها إرادة تكوينية لأنها ما وقعت فلذلك قال فكل ما يكون من عباده فليس بالخارج عن مراده كله على وفق مراده إرادة تكوينية هنا نفع وضر وكذا خير وشر كفر وإيمان فكل بقدر فأفعال العباد سواء كانت نفعا واصلا إليهم أو ضرا سواء قلت أو ضرا في مقابل النفع أو قلت وضرا وكذا خير وشر ما كان من الخير والشر من أفعالهم كالكفر والإيمان كفر وإيمان فكل بقدر كل ذلك قدره الله جل جلاله لأنه قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وإنما يعني ذو التصنيف إرادة التكوين للتكليف إنما يعني ذو التصنيف كخليل رحمه الله بهذا الكلام إرادة التكوين وهي المشيئة لا إرادة التشريع وهي الأمر إرادة التكوين للتكليف وإرادة التكوين هي التي تكون بكلماته التكوينية وهي كلمة كن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قوله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فهذه هي الكلمات التكوينية فلذلك قال أي كلماته اللواتي لم يكن فاجر أو بر مجاوزاً له كلمات التكوينية لا يتعدها بر ولا فاجر فلا يستطيع الفاجر أن يمتنع إذا أمر بها والبر أيضاً لا يستطيع أن يتأخر عنها إذا قال للبر مت يموت حالاً وإذا قال للفاجر مت يموت حالاً ولا فرق بينما كلماته التشريعية التي هي الأمر يقف عندها البر ويتعدها الفاجر وإذا قال للبر صلي وإذا قال للفاجر صلي يمكن أن يمتنع عن ذلك ولذلك جاء في الحديث أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيئنا أعظم منه بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراء وبراء لذلك قال اللواتي لم يكن فاجر أو بر مجاوزاً لهن لا يستطيع مجاوزتهن بر ولا فاجر وليس واجباً عليه لأحد من خلقه شيء فما عليه أنه لا يجب على الله شيء فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يجب عليه لخلقه شيء لأحد من خلقه شيء فإنه تعالى عن ذلك فهو القادر لا مستكره له فما عليه يد إلى قدرة لأحد عليه ولا يستطيع أحد أن يجب عليه شيء لكنه يجب على نفسه ويكتب على نفسه تكرماً بعض ذلك قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة بل إن يذهب فذاك منه فضل إذا أذاب على العمل الصالح فذاك منه فضل وإن يعاقب فهو منه عدل إذا عاقب أحداً من خلقه فذلك عدله لأنه علم أنه يستحق العقاب وهو لا يظلم وما ربك بظلها من العبيد إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أو أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيما فلذلك من هداه بفضله ومن أضله بعدله لا يسألوا عن ما يفعلوا وهم يسألون ولهذا قال بل إن يذهب فذاك منه فضل وإن يعاقب فهو منه عدل وهذا الذي قال فيه خليل رحمه الله أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بحروف منظمة ولا أصوات مقطعة هذا إشارة إلى مذهب الأشاعرة في هذا الأمر وقد ذكرنا أنه غلط وأنه خطأ في الاجتهاد ولذلك لم ينظمه الشيخ هنا وأنه لا يكون في الملك والملكوت أي في عالم الملك وعالم الملكوت فلتت خاطر أو لحظة ناظر أي بصر إلا بقضاء الله تعالى وقدرته وإرادته ومشيئته إرادته المقصود بها إرادة الأمر التي هي التشريعية ومشيئتها إرادته التكوينية فمنه الخير والشر والنفع والضر والإيمان والكفر وأنه لا واجب على الله لأحد من خلقه فمن أثابه بفضله ومن عاقبه بعدله نقف على شهادة أن محمد رسول الله إن شاء الله تعالى نبدأ بذلك في الدرس القادم ونستقبل بعض ما جاء من أسئلتكم ما حكم الشرع في أطفال الأنابيب؟ هذا بعيد عن العقيدة كل البعد ولكن عموما من المعلومة أن النسل من ضرورات الإنسان وهو من الضروريات الست التي رعيت في كل الشرائع وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسل فقد رعيت في كل الشرائع فإذا استطاع الإنسان أن يتعالج عن مرض يمنع النسل فإن ذلك مطلوب منه ويشمل ذلك الزراعة أن يأخذ من مني الرجل فيزرع في رحم امرأته وأن يأخذ من رحم امرأته بيضة فتلقح بعض الحيوانات التي تأخذ من مائه هو بخبرة الأطباء الثقات الذين لا يختلط عليهم هذا بغيره فهذا إن شاء الله تعالى اللاح رجبي تبيحه الضرورة أما ما يتعلق بزراعة الأجنة الأجنة في أرحام غير مملوكة النسان كأن تأخذ البيضة من امرأة غير زوجة وتلقح من رجل غير زوجها وتزرع في رحم زوجته فذلك حرام لأن فيه اختلاط الأنساء وكذلك العكس أيضا ويدخل في هذا أيضا زراعة الأحامكة ما إذا كانت المرأة لا يوجد لها مبايض أصلا فيزرع لها رحم امرأة أخرى فذلك لا يجوز لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساء ما حكم بيعي هذا ما عرفته ما هو ما عرفته هذا السؤال لم أفهمه هذا السؤال هل يرى المؤمنون الله قبل دخول القبر لا إنما يرونه في الآخرة ابقى فقط هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم الليلة المعراج سقد سبق الخلاف في ذلك عند أهل السنة هل الخوف من الموت مشروع نعم إذا كان الإنسان يخاف ويستحي من الله أن يرد عليه بقليل من العمل الصالح وكثير من السيئات يخاف من الموت ويريد أن يعمر حتى يزيد في الطاعات فلا حرج في ذلك ولا حرج أن يسأل الله أن يعمره وأن يحسن خاتمته وأن يوفقه لكن الخوف من الموت بصفة دائمة بكل الأوقات هذا وصف اليهود ولتهدنهم أحرص الناس على حياتهم من الذين يشركوا يود أحدهم لأنه يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ما حكم الشرع في المسلمين المقيمين في أوروبا علما أني جزائري أقيم في أوروبا مع عائلتي منذ عشرين سنة الجواب أن أي بلد يأمن فيه الإنسان وعلى نفسه وعلى دينه يستطيع فيه إقامة شعائر دينه ولا يفرض عليه فيه مخالفة صريحة للشرع فلا حرج عليه بالاستقرار فيه لكن إذا كان البلد متوحشا كفرنسا الآن يتفرض على النساء الكشف عن شعورهن عن رؤوسهن ورقابهن وكذلك بعض المناطق التي يفرض فيها على الآباء والأمهات التخلي عن أولادهم ويؤخذون منهم أولادهم بالغصب والإكراه فهذا البلد الذي يخاف فيه ضياع النسل لا يجوث للإنسان المقام فيه ما حكم صلاة الجنازة على الصبي إذا كان الصبي من المسلمين لأبوين مسلمين فإنه من الواجب أن يصلى عليه صلاة الجنازة إلا إذا كان سقطا لم يستهل صارخا فمات في الرحم وخرج ميتا فحينئذ لا تجيب الصلاة عليه هل الإذن هو الإرادة أو هو من الإرادة فالإذن قد يتي بمعنى الأمر وذلك مثل قويل الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فالإذن هنا بمعنى الأمر ولذلك قال الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا تنزل الملائكة لا يكون إلا بالأمر فيكون الإذن هنا بمعنى الأمر وقد يكون الإذن بمعنى الإباحة في الشرع وحينئذ مختلف فيها هل هو من أقسام التكليف أم لا وهذا الخلاف أصولي وليس عقدي فالإذن بمعنى الأمر نعم هو الإرادة وهو من الإرادة أما الإذن بمعنى الإباحة فليس من الإرادة هذا السؤال عن تفسير قوى الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى منهم الذين يمكرونها أو ينفونها أو يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعضهم فالإلحاد معناه الميل عن الجادة والميل عن الصلاة السوي وذلك شامل لتحريفها وتبديلها وتغييرها ونقص بعض الحروف من بعضها فكل ذلك داخله للإرحاد في أسمائه هل القرآن محدث؟ ذكرنا تفصيل ذلك أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله جل جلاله وقوله وأن الله قال حتى يسمع كلام الله قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله ماحد فالقرآن قول الله وكلامه ليس ككلام المخلوقين وليس مخلوقا ولا صفة لمخلوق فهو كلام الله جل جلاله لكن يقول نرى أن هذه الألفاظ وحروف الهجاء في اللغة العربية محدثة هذا لا يقتضي أن القرآن مخلوق فالشخص إنما يقرأ كلاما قد سبقه فنحن الآن نقرأ كلام الشيخ والكلام ليس لنا إنما هو للشيخ فإذا كان ذلك بين المخلوقين فكيف بكلام الخالق جل جلاله فنحن نقرأ كلام الخالق وهذه هي المسألة الكلامية التي وقع فيها الخلاف بين البخاري رحمه الله بين غيره من أئمة أهل الحديث وهي أن البخاري قال تكلمنا بالقرآن من صفاتنا وصفاتنا مخلوقة فتكلمنا بالقرآن ليس هو القرآن فالقرآن كلام الله وليس كلامنا ولكننا نحن نتكلم به فيكون ذلك من عملنا ولذلك نثاب على كل حرف منه بعشر حسنات ولا نثاب إلا على عملنا نحن فالله تكلم به كلاما يليق به ليس ككلامنا نحن الذي يخرج من الفم بالضغط على مخارج الحروف إلى آخره فهذا كلام المخلوقين أما كلام الله زل جلاله فلا يحل التفكر في كيفيته وإنما نؤمن بأنه تكلم بهذا القرآن وأنه قوله وأنه كلامه ولا نعني أنفسنا في البحث عن الكيفيات فلا يمكن أن ندركها والعقول لا تصل إليها ما الفرق بين قولي من زعم بين قوله تعالى زعم الذين كفروا ألن يبعثوا بين قوله تعالى في سورة تغابني زعم الذين كفروا ما أعرفت المقصود هنا زعم بمعنى قال قولا لا دليل عليه أو قال قولا هو من تخجلات النفوس والأهواء وليس عليه دليل هذا أصله أن يقال فيه الزعم ولكن قد يطلق الزعم على اليقين مثل زعم جبريل في بعض الحاديث المقصود به أنه أخبر بذلك كما قال عنطرة علقتها عرضا وأقتل قومها زعما ورب البيت ليس بمزعم فيكون ذلك زعما وزعما في المقطوع به ولكن قد يطلق ذلك على ما ليس للسان فيه دليل هل كل أهل الجنة يرون الله جل جلاله الجواب نعم أن أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى هل من حق الزوجة على زوجته أن تؤنسه وتباسطه بالكلام نعم أوجب الله على كل واحد منهم الإحسان إلى الآخر فقال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار والجار الجنوب والصاحب بالجنب والزوجه والزوجته كل واحد منهما أوصل الله بالإحسان إليه والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال هل تضجرها منه وعدم تحمل طبائه يسقط هذه المعاملة له لا ينبغي أن تؤهر شيئا من ذلك له بل تصبر على ذلك ولها الأجر العظيم إن شاء الله تعالى ما هي أعظم الصفة لله جل جلاله تفرد بها عن خلقه كل صفاته عظيمة والصفات مرتبطة بالموصوف بها فلذلك لا يمكن أن يفصل فيها هذا التفصيل الذي تريده هذا إنما يقع في صفات المخلوقين أما الرب جل جلاله فكل صفاته عظيمة وكلها ممن فرد به عن المخلوقات لا تشفيهها صفات المخلوقين ولو اشتركت معها في الإسم فهي مختلفة على تماما هل ورد في النصوص كيفية إضلال الله لبعض الناس وهل هذا من الغيبيات بجن الله سبحانه وتعالى أنه خلق بعض الناس فجعلهم ضال لنا أصلا كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد إذا رأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن فهم خلقوا على ضلال والله تعالى يقول ولم نجعل له عينين ولسانا ومشفتين وهديناه النجدين أي طريق الهدى وطريق الضلالة فالإنسان في الأصل بين هذين النجدين بين نجد الهدى ونجد الضلالة وعلم الله بباطنه وبحقيقته وهو الذي يوجهه ويسيره في الغيبيات أما في عالم الشهادة فالإنسان مؤمور بأن يسلك طريق الاستقامة وأن يؤمن ويحسن والله يعلم هل سيفعل ذلك أم لا يفعله هل يجب قضاءه أكثر من خمس فوائت وكيف يرتب ذلك نعم الجواب أن من فاتته صلوات يعرف عددها حتى لو كانت بالآلاف أو بالمئات فإذا لم يكن تركها شكاً في وجوبها أو شكاً في صدق الإيمان أو لم يكن في وقت تركها غائب العقل ولا معذوراً فإنه إن كان غائب العقل كالمغمى عليه أو المبنج حتى خرج وقت الصلاة لا يجب عليه قضاءها لكن إذا كان نائماً أو كان ساهياً أو كان غافلاً أو كان عاجزاً عنها في ذلك الوقت ولكن معه عقله فإنه يقضيها وهذا القضاء على نحو ما فاتته وعلى ترتيبها في الجهرية ويجهر فيها والسرية ويسر فيها والصلاة التي فاتت وهو في السفر يقضيها صلاة السفر والتي فاتت في الحضر يقضيها صلاة حضر وإن لم يعلم عددها ولا ترتيبها بدأ بالظهر واحتاط في العدد حتى يأتي على اليقين وذو احتياط في أموال الدين منفر من شك إلى يقين وليبني على ما استيقنا كما في الحديث الصفة العلوي هي الصفة لله سبحانه وتعالى ورد فيها 18 آية من القرآن وجاء فيها ما يقرم من 130 حديثاً في إثبات صفة الفوقية والعلوي لله فالله فوق خلقه وهو العلي سبحانه وتعالى ولكنه لا يحيط به المخلوقون فكما لا يحيطون برؤيته كذلك لا يحيطون بصفاته كما لا يحيطون بذاته لا يحيطون بصفاته فلا يعرفون حقيقة هذا العلوي ولا إحاطته بالمخلوقين وإنما يعرفون ذلك أنه حق بالاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى والتصديق بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أقل ما تجب معرفته وتعليمه بباب صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه ما قدر عليه الإنسان لأن معرفة الله واجبة وكلما ازداد الإنسان معرفة لأسماء الله وصفاته كلما ازداد معرفة من الله ومحبة له وإجلالا له وتعظيما له وخوفا منه ورجاءا له فلذلك ما قدر عليه الإنسان من ذلك واجب عليه وما أجز عنه فهو معذور به ما حكم مساهمة بمبلغ مالي لأطلاق سجين محكوم عليه بسبب جريمة الزناء إذا كان الحكم عليه في بلد إسلامي فالحكم عليه لا يكون بالسهن إلا مدة التغريب وهي سنة إذا كان بكرا مع جلد مئة وحينئذ لا يحل السعي لإطلاق سراحه قبل إكمال السنة لأنه شفاعة في حد من حدود الله ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله في ملكه أما إذا كان ذلك في بلد لا يحكم الكتاب والسنة وكان الإنسان معذبا مهانا ولم يقم عليه حكم الله فحينئذ لا حرج في السعي لإخراجه ولعل الله يهديه ويسدده ما صحة وصف الموت المروي عن عمر بن العاصر نعم هو ذبت عنه عن عمر بن العاصر رضي الله عنه وهذا الوصف ليس شاملا لكل أحد وإنما هو الحال الذي مات عليه عمر بن العاصر رضي الله عنه فلا يقتضي ذلك أن كل إنسان يحس كأن كأنه موضوعا على الأرض وأن السماعة أطبقت على صدره وأن الشوك يجر في عظامه هذا هذا وصف لما يجده عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت وليس هذا لكل أحد فمن الناس من يكون موته كنومه ومنهم من يكون موته شديدا ومنهم من يموته وهو نائم ومنهم من يموته وهو يقضان والحال يختلف باختلافهم على حسب بقدر الله وما كتب لكل فرد منه وذلك مثل المرض فأسباب الموت منها أن يموت الإنسان من غير سبب ومنها أن يموت بمرض أو في حادث سير أو بأنواع الأمراض والأسقام أو بيئة وغير ذلك ما حكم من تفوته صلاة الجمعة بظروف العمل ويصلي الظهر إذا كان يمكن أن يدرك الجمعة فإنها تتعين عليه إذا كان مقيما صحيحا فإذا وجد معه شخصين في مكان عمله ويمكن أن يقيم صلاة الجمعة فيخطب منهم خطبتين ويصلي بهم ركعتين شهرا وإن استطاعوا الوصول إلى أي مسجد من مساهد المسلمين وجب عليهم ذلك وإن عجلتوا عن ذلك فلا تفوته ثلاث جمعة المتواليات ورد فيه الحديث الشديد أنه سيختم على قلبه بطابع النفار نسأل الله السلامة والعافية نكتفي بهذا من الأسئلة ونسأل الله رب العرس العظيم أن يملى قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان وجسدي وإسادكم من الصحة وجوارحكم من الطاعة ويدي وأيديكم من الخير وأن يرزقني وإياكم اليقين والصدق والإخلاص أسأل الله رب العرس العظيم أن يرزقني وإياكم معرفته وحق معرفته وأن يرزقني وإياكم خشته وحق خشته وأن يرزقني وإياكم رجاءه وحق رجائه وصدق التوكل عليه وصدق التوجه إليه ومحبته سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على نبينا وحمدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته